السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاجل وردنا الآن هذا هو قرار الفيفا المتوقع طبعا حسب خبراء كثيرة في التحكيم قالوا هذا البيانات طبعا أول شيء انكشفت المؤامرة قرار الفيفا المرتقب حسب الخبراء لإعادة المباراة طبعا أمور كثيرة ظهرت في هذا الملف كل يوم أمر جديد يظهر أتمنى قبل ما نبدأ بهذا الموضوع أتمنى من أخواني وأخواتي فضلا وليس بالأمر ديروا اللايك أتمنى من أخواتي ديروا اللايك والاشتراك في القناة في الأوناء الأخيرة وقعت دجة إعلامية كبيرة وأصبحت كل منصات التواصل الاجتماعي وسوشال ميديا تتناقل أخبار وتصريحات وفي بعض الأحيان تسريبات فيها الصحيح وفيها التي لم تعتمد على صحة المعلومة المؤامرة ضد الفريق الوطني الجزائري موجودة وظاهرة للعيان سواء كانت في مباراة العودة بين الفريق الجزائري والفريق الكاميروني وكانت نتيجة الذهاب كما يعلم الجميع هدف لجزائر سفر للكاميرون في ملعب نجومة بالذات وبما أنه لحد الآن الفيفا لم تقرر في ملف مباراة الجزائر والكاميرون هذه هي القرارات المتوقعة حسب خبراء في التحكيم أولا إقصاء منتخب الكاميرون في المنديل ومعاقبته لمدة نسختين من المنديل توقيف جسامة المدة حسب قرار الفيفا وممكن أن تسلب منه صافرة التحكيم للأبد اثنين إقصاء الكاميرون وإعادة المباراة ومعاقبة الحاكم في إقصاؤه من المنديل هذه بعض القرارات المتوقعة بإذن الله تعالى ونتمنى أن يتم إجراؤها طبعا الجميع يعرف الظلم الذي وقع على الجزائر في المباراة التي كانت تقام في الجزائر حيث أنه كان من المتوقع فوز الجزائر لآخر لحظة ولكن الحكم بكاري ظلم الفريق الجزائر بأخطاء واضحة جدا موجودة في المباراة أخطاء تحكيمية كانت واضحة جدا حسب حفيظ دراجي لملف الفوف الذي تم توجيهه للفيفا فيه الأدلة التالية صور لأخطاء جسامة ملف لقاء جسامة تمام ملف لقاء جسامة بوصائده في المغرب وهو ملف الرشوى هذا بالنسبة لما قاله حفيظ دراجي طبعا طبعا هناك أمور كثيرة طبعا الإعلامي الجزائر حفيظ دراجي حسب علمه بالملقب به بأنه إعلامي صادق طبعا أيضا الإعلامي الجزائر حفيظ دراجي أيضا حسب علمه بالنسبة للملف الذي به ملف رشوى أو لقاء بكاري جسامة بوسطاء رئيس رئيس اتحاد الكاميروني إتو أثبت أمور كثيرة وتكلم بأمور كثيرة وهناك تصرحات كثيرة أنا ذكرتها بفيديو سابق وبما أن الفيفا لحد الآن لم تقرر بعد هذه الملفات طبعا إحنا ذكرنا القرارات التي سوف تأخذها الفيفا ونتمنى أيضا أنها تكون جادة في هذه القرارات الصحفي حفيظ دراجي الذي طلع على الملف بإمكانيته وبمصادره داخل الألفاف ومصادره صادقة 100% حفيظ دراجي معروف أنه صادق بكل المصادر التي يأتي بها أو يتكلم بها هناك تصريح الآن سندكره وهو تصريح للسكرتير العام الذي أكد فسد الحكم بكاري في أمور كثيرة وقال يمكنني أن أصف لكم حجم فساد رئيس الاتحاد التونسي وكلام كثير على فكرة نحن نأخذ بعض المقتطفات تكلم عن فساد الحكام وتكلم عن بكاري تكلم بأمور كثيرة وقال إنهم يجاملون مسؤولي الكاف بالتكفل بمصاريف أبنائهم في الجامعات بتونس والمغرب وغيرهم مجاملات ويقول أكبر دولة تتم مجاملتها على مستوى الاتحاد الأفريقي هي ذكر طبعا أسماء بلد كثيرة لا نريد أن نذكرها طبعا وقال أيضا الجزائر هي أكبر مكرهين في الاتحاد الأفريقي في كاف والاتحاد الأفريقي عين بكاري جسامة حكما لنصف نهائي كأس العالم طبعا أكيد لا وليس العالم نهائي كأس إفريقيا 2019 بين الجزائر ونيجيريا من داخل من أجل إقصاء المنتخب الجزائري رياض محرز كان له رأي آخر في آخر دقيقة من المباراة الكاف كانت تريد سعود نيجيريا لأنهم يعتبرون الجزائر عدوة الحكم بكاري جسامة أكبر فاسد في إفريقيا وهو معشوق ومحبوب للكاف والفيفا طبعا هو محبوب لبلاد مجاورة أيضا لا نذكر الاسم في إحدى المرات وفي ظرف إسبوع بكاري جسامة تم تعينه ثلاث مرات متتالية كحكم للأندياء المغربية والمنتخب المغربي وكل المباريات فاز بها الطرف المغربي بعدين في بيانات كثيرة ذكرها عامة وقال اتصلت حينها برئيس الكاف أحمد أحمد وقلت له هذا غير معقول طبعا هذا تصريح من عمر فهمي السكرتيري العام السابق لكاف هذا تصريح كان قاله رحمة الله عليه وهو عمر فهمي السكرتيري العام السابق لكاف هو الذي ذكر هذا التصريحات تذكرت تصريحات كثيرة أنا قرأت بعض من هذه التصريحات طبعا إحنا هون إحنا منتمنى أنه تفوز الجزائر بإذن الله تعالى نتمنى أنه حقها يرجع بإذن الله تعالى أن يكون حق الجزائر راجع وإن شاء الله أن الفيفا قريبا سوف تعلن خبر تأهل الجزائر أو إعادة المباراة نحن نتمنى طبعا تأهل الجزائر لأنه بيانات كثيرة تصريحات كثيرة فيديوهات كثيرة تؤكد أنه في رشوة واضحة لبكاري قسامة أيضا الملف الذي تسربه هو في المطار معروف جدا هذا الملف أنا هذا فيديو سابق إذا أحببتم أن تروا وهو فيديو تسريب بكاري وهو في المطار والمجموعة التي كانت بمقابلته أيضا الفيديو السابق موجود في شرح كامل نحن حاليا نتمنى نحن نتمنى طبعا أن الجزائر تتأهل بإذن الله تعالى أمور كثيرة واضحة جدا وتدل على تأهل الجزائر ربما يكون هذا التأخير ربما يكون من مصلحة الجزائر بإذن الله تعالى وتتأهل إن شاء الله طبعا نتمنى من الجميع الدعاء للفريق الجزائر بإذن الله تعالى أن نفرح قريبا بهذا التأهل إن شاء الله تعالى لأن الجزائر تستحق فعلا أنه هي تتأهل ولكن هل الفيفا سوف تأخذ بيان صحيح قرار صحيح بتأهل الجزائر طبعا معروف أنه الفيفا والكاف لا يحبون الجزائر ولكن بإذن الله تعالى سوف يصدر القرار الرسمي ويكون لصالح الجزائر بإذن الله تعالى شاركوني أراءكم أخواني وأخواتي شاركون أراءكم بهذا الملف شاركون أراءكم بكل ما ذكرته بهذا الفيديو تحية الجزائر وأهل الجزائر بإذن الله كما ذكرت أعيد وأكرر إن شاء الله إن شاء الله إنه قرارات الفيفا حتكون لمصلحة الجزائر انتخب الجزائري بإذن الله تعالى ومعاقبة الكاميرون والاتحاد الكاميروني بإذن الله تعالى معاقبتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته